أجدادنا أولاً لازم نعرفه فترة هراه لازم توسعه شوي عدنا خمس يعني من القرن العاشر يعني هجري وقعت نكسة إلى العالم الإسلامي كله العالم بأسره مشكلة الإسلام ووقع تأخر كبير في استعمال الأعشاب وأصبحت الزهر إلى السحر ونشعوذة وغيرهم 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 فالاستعمالات هذي وين الحاجات هذي وين كانت يعني غابت على وجدت يعني هبوط الحضارة الإسلامية والتغيير إلى حضارة أخرى الموجودة عندنا الآن كان فترة الآن تعبت الناس فيه وأصبحت الناس كل واحد يعرفها عشبة يدير ويداوي بها وحده بدون تنقيح وأخذ بالوسائل إلى آخر ثم كانت المواصلات مكانش مش تجيب عشبة نابتة في الزهر وين مش يصدق ما نجي كان بعد عامين والله شوف كداش بيت مش تلقيها والله من تمراسك يعني استعمال الأعشاب كان قليل ما تقصد في لا مش قليل ولكن كل منطقة تستعمل لعدها أعشاب اللي عدها كم الوقت تستعمل لعدها أقرب شي لنا مثلا تل الصحراوي هات وقرب شي مثلا الهضاب لأنه كانت الناس مش يجيب القمح ويجيب ويجيب الأعشاب عمه ويدوا التمر يبيعوه في تبسة وفي العاتر وفي بسكرة وفي بلاي سخرة ويجيب الأعشاب عمه يبقى الآن الناس اللي يقطفوا في الأعشاب اللي يخزنوا في الأعشاب ما عدهم شي في ذلك الوقت قبل القرن هذا خلينا نقوله حتى قبل سبعين سنة ما كانش وسائل وثقافة انتعت كيف نعتني بالنبتة إلى آخرين ثم كانت الأرض كلها بكر يعني الآن أصبح مش كما قبل كانت كل الأراضي كل النبات تأخذ منه كل الأماكن تأخذ منه اخرج من البناء انتع المدينة وتأخذ منه الوديان والمجارب والجداول والجبال والعالي والظلال تأخذ منه الآن أصبحت ملوثة لطبيعة أصبحت يعني رمي الفضلات في أي مكان أصبحت الأودية فيها مجاري أصبحت إذن لازم بش نأخذ الأعشاب لازم ننتقل مكان نحضر به